اشتركوا في القناة ويكون في الملتقى وعلى مدار يومين عقادها العديد من الأوراق العلمية المتعلقة بالجوانب التاريخية والأثرية في دول الخليج العربية من منطلق رؤيتها الشاملة ورسالتها الواضحة ومن عمق أهدافها السامية والذي يأتي الوصول إلى المعرفة الحقيقية في المجال الحضاري والتاريخي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على رأس أولوياتها وبشكل يظهر عمق إسهامات واهتمامات العلماء الخليجيين من المؤرخين والأثريين في إجراء البحوث العلمية والخوض في تاريخ دول الخليج العربية وإبراز حضارتها العريقة ونشرها وتبادلها مع المؤسسات الفكرية والعلمية لإيصالها إلى كل مهتم ومتابع عزمت جمعية التاريخ والأثار بدول مجلس التعاون الخليجي بالشراكة مع مركز عيسى الثقافي ومن على أرض البحرين على تنظيم أعمال الملتقى العلمي الحادي والعشرين لها هذا تجمع كبير جدا في الحقيقة وله مردودات مختلفة على مستوى طبعا التاريخ المحلي والاغليمي وكون هناك أكثر من 180 أستاذ التاريخ ومؤرخ يلتقون تحت قبة واحدة في البحرين لدراسة طبعا غضايا تاريخية معينة هذا طبعا يعطي في الحقيقة زخم واعتراف بمكانة البحرين التاريخية على الخليجين وعلى الباحثين في منظومة الخليج والدارسي لدينا في جامعاتنا أن يكونوا بأنفسهم محط الرؤى الحديثة والتحديثية للقراءات التاريخية لتجربة أهل الخليج للتجربة العربية للتجربة الإسلامية للتجربة الإنسانية لذلك يعول على مؤرخ الخليج المتوافرة لديهم بنا تحتية وأدوات بحثية ومنظومات جامعية ذات مستوى معين أن يقدموا للمنطقة قراءات وتصور إنساني يتسم ويتوافق مع النمو الثقافي اللي في المنطقة كوكل ست وعشرون ورقة علمية متخصصة سيبحر في محيطها وعلى مدار يومي الملتقة ما يزيد على 180 باحثا أكاديميا متخصصا في مجالات التاريخ والآثار من دول الخليج العربية ليتعظم العمل على تبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهم للنهوض في مجال الدراسات التاريخية والحضارية إنصافا لمجتمعاتهم فعندنا محاور في التاريخ الإسلامي محاور في التاريخ الوسيط في التاريخ القديم في التاريخ الحديث والمعاصر فكلها متنوعة والحاضرين والمشاركين بأبحاث كلهم علماء وباحثين في الجامعات الخليجية هذا الملتقة يجسد مدى اهتمام قادة دول مجلس تعاون يحفظهم الله في التاريخ والآثار حيث تطرح فيها كثير من الأوراق العلمية والبحوث التي تتعلق بتاريخ وآثار دول مجلس تعاون ويستهدف حقيقة جميع الباحثين في هذا المجال للخروج بالتوصيات والأوراق العلمية التي تساهم في ازدهار مجال التاريخ والآثار على مستوى دول مجلس تعاون خليجي عقد مثل هذه المؤتمرات العلمية الواسعة كفيل أن يفسح المجال أمام هذه النخب الفكرية التي يجمعها حب الخليج للتعريف بالجوانب التاريخية والأثرية لدول المنطقة ككل عبر نتاج عقولها وحب اجتهادها في الخروج بإصدارات معرفية قيمة من باب المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها والمتمثلة بالتأكيد على إسهام الإنسان الخليجي وتبيان هويته في بناء الحضارة الإنسانية مهام جليلة يقع تنفيذها على كاهل هذا الملطق العلمي الذي يدعم القدرات الذاتية للعلماء والمؤرخين الخليجيين ويحفظ للإنجازات البحثية الخليجية التاريخية منها والأثرية مكانتها بل ويعطيها حقها ويبرز دورها في تقديم حضارة دول المنطقة ونقل صورتها إلى العالم أجمع لتلفزيون البحرائيين محمد رشيد ترجمة نانسي قنقر